ويعني اسمحيلي في البداية يعني نوضح بعض المفاهيم الفن التشكيلي، فكرة الفن التشكيلي، ما الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي هو الفنون الجميلة والفنون التطبيقية الفنون الجميلة هو الرسم والتصوير اللي هو الرسم بالألوان والجرافيك والنحت والديكور والفنون التطبيقية يعني الفنون التشكلية الأول الفنون جميلة وفنون تطبيقية الفنون الجميلة زي ما قلت وهي اللي بتبحث عن القيم الجمالية فقط يعني لوحة جميلة تمثال جميل عمل جرافيك جميل أما الفنون التطبيقية هو الخزاف الأساس الأعمال الفنية المرتبطة بالاستخدام اليومي يعني لابد أن يكون لها تطبيق يومي سجادة سطارة أعمال فيها نحاس أعمال فيها خزف أعمال فيها خشب هي دي الفنون التشكيلية يبقى الفنون التشكيلية هي الفنون الجميلة والفنون التطبيقية هي ما يبحث عن أو بنبص على صورة جميلة لوحة جميلة تمثال جميل أو عمل خزفي له استخدام سجادة لها تصميم عظيم ولها استخدام يومي دي الفنون التشكيلية يعني فكرة فعلا الفنون الجميلة يعني من هنا جاءت هذه تصميمية بالضبط يعني فيها غرضه البحث عن الجمال بس أو الاستخدام اليومي ترجمة نانسي قنقر